مرحبا حوالي مليون مواطن لبناني تلقوا الجرع الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أي منسبة 20% من سكان لبنان فيما تلقى 500 ألف لبناني الجرعة الثانية منسبة 10% من سكان أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس الماضي أنه يبدو أن جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد 19 تحميان من المتحور دلتا لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار وبالرغم من إظهار الدراسات أن اللقاحات المتاحة تعمل ضد السلالات الجديدة أسئلة تطرح حول نسبة الحماية اللي بيأمنها كل لقاح للإضاءة على هذه القضية نضم إلينا عبر سكايب رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري إذن دكتور هل كل من تلقوا اللقاحات في لبنان محصنين ضد المتحور دلتا والذين لم يتلقوا بعد هل هم أمام خطر كبير بسبب سرعة انتشاره؟ اللي تلقى اللقاحات الموجودة في لبنان سواء فايزر أسترازينيكا على الأقل هؤلاء المثبتين مش معنات الباقيين ما بيشتغلوا بقوا عندهم فعالية جيدة وعالية نسبيا ضد اللقاح خاصة اللي اخدين جرعتين منه جرعة واحدة لذلك نحن منشجع اللبنانيين وكل المقيمين في لبنان على الإقبال على التسجل للقاح ومحورة أخذ اللقاح ومنشجع أيضا مع وزارة الصحة من خلال وزارة الصحة الإسراع بإعطاء اللقاحات لحتى نأمن أكبر قدر ممكن من الحماية لللبنانيين هلأ الحماية بتعرف بكل شيء بدلين الحماية نسبية يعني فينا اللي اخذ جرعتين اللقاح عنده حماية جيدة ضد المتحور دلتا هالحماية ممكن تكون من خلال منع الإصابة بالمرض ولكن أيضا ممكن تكون من خلال إصابة بالمرض مع الأخذ بعين الاعتبار أن الملقحين يكون المرض عندهم أقل شدة وأقل حدة نعم بروفيسور يعني ما مدى نسبة الحماية يلي بيوفرها فايزر، أسترازينيكا، سينوفارم وغيرها من اللقاحات المعتمدة في لبنان هلأ المعلومات اللي بتوفرها بالعالم بتوفرها عن الفايزر ومتوفرها عن الأسترازينيكا تقريبا الفايزر اللي بيعطي مناعها بحدود التسعين بالمية أو أكتر بيعطي مناعها بحدود الخمسة وثمانين لثمانة وثمانين بالمية الأسترازينيكا كمان بيعطي مناعها كمان جيدة بحدود ثمانين بالمية أيضا ضد المتحور لكن شرط تكون أنه المواطن آخذ جرعتين من اللقاح وليس جرعة واحدة هلأ السفطنك ما عنا معلومات كافية عنه عالميا نعم دكتور إذن أنا أشكرك رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا في لبنان الدكتور عبد الرحمن الفزري ما تترددوا بأخذ اللقاحات أيا كان نوعا لأن إصابتكم بمتحور دلتا قد تكون خطيرة جدا حيث الأدوية مفقودة والمستشفيات منهارة عودة رسية نشط الأخبار اشتركوا في القناة